السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتني تلميذ السنة الثانية متوسط قلت لي ديرنا حوار مع عظيم من عظماء الإنسانية هنا ينحو أعطينا السند وعطينا التعليم التعليم هنا ينقل أنه السند قال الشعر لا تحسب المجد تمر أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر التعليم قلنا أكتب نصا حواريا دار بينك وبين زميلك تحدث فيه عن أحد العظماء الذين استطعوا تخليد أسمائهم بما قدموه الإنسانية مبرزان أهم الخصال التي مكنت هؤلاء العظماء من يل تلك المكان المرموقة في التاريخ وكيف نستفيد من سيادهم ومن إنجازاتهم موظفا ما تعلمتهم من مكتسابات داروك أنا قد نخير شخصية من هذه الشخصيات ونبدأ ندير حوار بيني وبين زميلي قلنا أي فقرة يكون فيها مقدمة عرف خاتمة نبدأ ونجيبوا الورقة نبدأ نخدموا عليها نبدأ المقدمة تاعي المقدمة تاعي وش ردي نقول فيها نقدروا نحافظوا على هذه المقدمة نغيروا فقط الإسم إذا بغينا نخيروا إسم مخدخر غير الأمير عبد القادر أنا واش نقول نقول الأمير عبد القادر بطل مغوار من أبطال الجزائر كتب اسمه من ذهب في السجل التاريخي هذه أنا مقدمة معندي مقدمة هذا ري هدر مع زميلو هذا تمهيد من بعدين نجي نسألهم واش قالوا لي قالوا لي دخلت اسمي بمقدم الإنساني ومبرزاً أهم الخصيات ما كانت هؤلاء مني للمكان المرموق في التاريخ فهنا يا غد نقول له أنا غد نجي نهدر مع الصديق التاعي نقول له فما رأيك يا صديقي؟ فما رأيك يا صديقي؟ ما هي الخصال التي مكنتها من نيل هذه المكان المرموقة؟ نسق سيح أنا يعني نهدر الصديق رأي يجاوب الصديق كي يجاوب واش قال لي؟ يبدأ يرد شهر خصال نقول لقد تميز الأمير عبد القادر بصبره وجلادته في محاربة المستعمر يعني هنا يا قصدنا المستعمر الفرنسي يعني امتاز قلنا بالصبر وبالجلادة كما أنه كان مثقفا واعيا يجيد التخطيط للحرب ولا يتوانى يعني يدير القيمة باش يحارب المستعمر مش يحبس مش يقول بلي اي خلاص انا ما نقدرش لا ولا يتوانى في تقديمي نفسه للوطن يعني هذو هم الصيفات اللي يجعلوا اكتسب هذا المكان المرموقة عنا نرد نقول له حسن هدا رد قالوا حسن من بعدين نجي قالوا لي وكيف نستفيد من سيارهم ومن إنجازاتهم حسن هل نستطيع؟ نستطيع نحن كذلك تقديم وش نقول وش نقول لأنه في نفس الوقت أنا راني نكتب وراني نشرح لكم نقولوا هل نستطيع نحن كذلك التقديم يعني نقدمه للمشي صوارح للوطن والاستفادة وكيف أعنقل وكيف يمكننا الاستفادة من سيارهم؟ هل نرى هناك هم أعطوهاني كأتوهاني في المصر أنا أعطوني وقالوا لي عندي حوار كي عندي حوار وش عطوني أنا نروح نحولها سؤال نحول سؤال ونبدأ نجاوب نحول سؤال وندعو جواب عندي سؤالين السؤال الأول جاوبت عليه نجاوب عليه ونجاوب عليه نصاب روحي كملت الفقرة وندير خاتمة صغيرة وخلاص صحة كيف يمكن الاستفادة من سيارهم؟ هل يبدأ يرد الآخر يقول أن نقتدي بهم ونصبر على طلب العلم لنصل بوطننا للمراكز العليا بوطننا فيزدهر 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 ويرتقي بوطننا ونزيد حاجه اخرى فقط نقتدي بهم ونساعد ونمشي على نفس السيرة وأن نكون على وعي وأن المجد لا ينال إلا بالتعب والكد والجهد كمّلت هنا الفقرة التعب تحوش خصني لها خاتمة سأجتهد وأسير على خطى الأمير لأرفع من شأن بلدي ولا وطني فأكتبنا فقرة صغيرة في فضريفة هدرنا فيها لأمير عبدالقادر نقدر أن نبدل هنا نقلع لأمير عبدالقادر ونجعل شخصية أخرى عادي ولا نجعل شخصية الإسلامية قدمت للإسلام فقط هنا في بلس التاريخ نجعل الإسلامي ليس السجل الإسلامي لا نجعل التاريخي هنا بطل من أبطال الإسلام لا نجعل الجزائر فقط هنا فقط نجعل هذه التغييرات التي يجب أن نغيرها لكي نجعل شخص مسلم كما أبو بكر الصديق كما عمر بن الخطاب ولكن هنا كاملهم صبروا كامل جلدهم كاملهم كاملهم من أبطال الإسلام ولا من أبطال الإنسانية ولا من عظماء الإنسانية تستفيدوا من هذا التعبير نطلقه في تعابير أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته